بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلاب السنوية العامة شعبة ارياضيات السلام عليكم ورحمة الله معكم الاستاذ رفعة حمزة خبير وامواجه اول ارياضيات النهاردة ابنائي الطلاب معدنا مع الجزء التالت في الدرس الرابع في الوحدة الاولى في الجبر وهو درس نظرية ذات الحدين تعالوا وبعد شوف هنقول ايه في الجزء التالت طبعا قبل نبدأ الجزء التالت تعالوا فكركم كنا درسنا ايه في الجزء الاول والجزء التاني في الجزء الاول عرفنا نظرية ذات الحدين عرفنا ازاي نفوق قوس مرفوع القص اتنين ازاي كان القص اكتر من اتنين يعني كانت قوة القوس اكتر من اتنين وعرفنا ازاي باستخدام نظرية ذات الحدين ازاي نوجد هذا المفقوق ثم تطرقنا الى الحد العام وعرفنا ازاي من خلال قانون الحد العام نقدر نحصل على اي حد في المفقوق دون ان نفوق بعد زالت في الجزء الثاني عرفنا يعني ايه الحد الاوسط ويعني ايه الحدين الاوسطين وخدنا مجموعة متنوعة على افكار الحد الاوسط والحدين الاوسطين النهاردة ابناء الطلاف في الجزء الثالث هيكون معادة مع ايجاد الحد المجتمل على سين او سكا احيانا في بعض التنارين يكون في المفقوق الامامي احد الحدود مثلا في سين او ست يقولي مين هو الحد المجتمل على سين او ست الموضوع درسنا بيجاوب على هذا السؤال هنتعلم من خلاله إزاي نحصل على الحد المجتمل على سين قص معين أبسط خطوة أو أبسط الخطوات لإيجاد الحد المجتمل على سين قص كاف هنوجد الحد العام اللي أمامنا حق ريك زاد واحد زي ما درسنا يا بيساوي نون قفره في الثاني قص ريك في الأولاني قص نون نقص ريك بعد ما نكتب الحد العام نبدأ نزبط الحد العام ونكتبه في صورة معامل في سين قص حاج ثاني الحد العام بعد ما اكتبه أبدأ أعيد تشكيله من جديد واكتبه في صورة معامل في سين قص حاجة الحاجة اللي احنا جبناها دي أسويها بالقص المطلوب مني يعني لو كان عايز مني الحد المجتمل على سين قص عشرة أساوي هذا القص بعشر إذا كان المطلوب مني إيجاد الحد المجتمل على سين قص سالب اثنين أساوي هذا القص بسالب اثنين سؤال شهير جدا أحيانا يقول لي اوجد الحد الخالي من سين الحد الخالي من سين معناه أن هذا الحد هو حد مطلق وبالتالي يحتوي على سين قص صفر وبالتالي هساوي القص اللي موجود على سين بصفر هي دي أغلب أفكار إيجاد الحد العام بعد ما ساوي القص اللي موجود بسين بالقص المطلوب دراسته هقدر أعرف قيمة ره بعد ما أعرف قيمة ره أبناء الطلاب لازم أكون متأكد تماما أن الره اللي أنا جبتها تنتمي للأعداد الصحيحة المجابة ليه؟ لأن الره دي تشير إلى رتبة الحد طب افترض الره طلعت معايا مش عدد صحيحة كسرة أو سالم ده معناه إما أن يكون عندك خطأ أو يكون أصلا المفقوق لا يحتوي على هذا الحد فنخلي بنا كويس جدا الره اللي أنا أحصل عليها لابد أن تكون عدد صحيح مجابة بعد ما أعرفتي للره أرجع للحد العام اللي أنا كتبه بشكله مبسط أعوض فيه بالره اللي أنا جبتها أحصل على قيمة الحد مع تنبيه هم جدا لأبناء الطلاب بعد ما أجيب ره مثلا بخمسة ده معناه أن الحد المطلوب دراسته هو الحد السادس إوعى تستعجل وتقول طرام ره بخمسة يبقى الحد الخامس لأ ره طلعت بخمسة ده معناه أن الحد الحد اللي أنا بدرسه هو الحد السادس بزود على الرتبة بمقدار واحد تعالوا مع بعض نشوف مجموعة من التمارين إزاي نستغل للحد العام ونحصل على الحد المشتمل على سين قص أي شيء المثال الأولاني بيقول الحد المشتمل على سين قص سالب ثلاثة في مفكوك سين زائد اثنين على سين الكل قص تسعة هو مديني عدد اختيارات يطار الحد الثالث يطار الحد الخامس الحد السابع الحد التامن طبعا عشان أجيب الحد المشتمل على سين قص سالب ثلاثة زي ما اتفقنا هنجيب الحد العام ونحطه في أبسط شكل ممكن الحد العام بيقول حهره زاد واحد يساوي طبعا هنا النون تمثل القص اللي مهوت على القص اللي هو تسعة يبقى أصبح الحد العام اللي هو حهره زاد واحد يساوي تسعة قافره التاني اللي هو اتنين على سين قصره في الأولاني اللي هو سين قص تسعة ناقص ره دي كده كتابة الحد العام بالشكل اللي أنا عايزه بعد ذلك ابدأ ابسط هذا الحد في صورة معامل في سين قصرات تعال بص كده مع بعض ايه هي المعاملات تسع قفريات تعتبر معامل اتنين قصرات تعتبر معامل دي كلها كده كل المعاملات اللي موجودة في المسألة يبني هكتب تسع قفريات في اتنين قصرات يا تبقى لهي السينات دايما نصيحتي يا ابناء الطلاب وانا بجيب سين قصرات ابدأ من الاخر يعني ابدأ من الحد الأخير سين قصر تسع مقصرات هيجي لها من الحد او من الجزء الاوسط سين قص سالب ري. ليه سين قص سالب ري? لحظوا ان السين موجودة في المقام. لما وزع القصص على البسط وعلى المقام هيكون في المقام عندي سين قص ري. وبالتالي انا بتكلم في سين قص تسعة ناقص ري على سين قص ري. وعند القسمة طبعا بنترح القصص بعد ما اختصر هذا المقدار هحصل على سين قص تسعة ناقص اتنين ري. كده خلاص انا كتبت لحد العام بالشكل المبسط اللي انا عايزه. ابدأ اشوفه وعايز مني ايه بقى? هو عايز مني الحد المجتمل على سين قص سالب ثلاثة. يبقى انا هاخد الجزئية اللي اسمها تسعة ناقص اتن ري وسويها بسالب ثلاثة. من خلالها بكل بساطة هقدر اقول ان ري هتساوي ستة. طيب عرفت الري بتساوي ستة ده معناه ان الحد السابع هو الحد المجتمل على سين قص ثلاثة. يعني لو انت جبت هذا المفهوم وفكيته عادي جدا مؤكد تلاقي ان الحد السابع حاجة في سين قص ناقص ثلاثة. وبالتالي الحد المجتمل على سين قص سالب ثلاثة هو الحد السابع لان الره بتاعته بتساوي ستة. طيب خلاص انا عرفت ان هو الحد السابع لو بصرنا في الاختيارات لان اجابة الصحيحة لهذا السؤال هي الاجابة التالية. طيب خلي بالكو ابناء الطلاب ممكن جدا يقول لي اوجد قيمة الحد السابع. يعني كده فقط مجرد جبت رتبته. عرفت لترتيبه هو الحد السابع. طيب لو قل لي يوجد قيمة الحد المجتمل على سين قص سالب ثلاثة. او قل لي يوجد الحد المجتمل على سين قص سالب ثلاثة. وكانت النواتج اللي انا هختار منها هي قيم هذا الحد. وبالتالي هكمل واجيب الحد السابع. طيب هجيب الحد السابع ازاي? هل انا مطالب هروح اجيب الحد السابع من اول خالص? لا. تعالوا نستغل الحد العام اللي احنا جبناه. احنا جبنا الحد العام وبعد ما بسطناه هو تسعة قفره في اتنين اسره في سين قصة تسعة ما هو قص ريه هذا الحد اسمه حد عام ابناء الطلاب يعني من خلاله اقدر اجيب اي حد في هذا المفكور طب ازاي حسب انت عاوز الحد لايه مثلا عايز تجيب الحد العاشر حط ريه بتسعة عايز تجيب الحد السادس حط ريه بخمسة انا دلوقتي عايز اجيب الحد السابع يبقى انا احط ريه بستة اللي انا حصلت عليه وبالتالي عشان اجيب قيمة الحد السابع هعود في الحد العام اللي احنا مزبطينه بره اللي احنا حصلنا عليها اللي هي بستة بعد ابناء الطلاب بيخطأ خطأ شهيد بعد ما يعرف ان هو الحد السابع يعتقد ان هو يعود عن ره بسبعة لأ نخلي بالنا كويس جدا طالما الحد انا بتكلم في الحد السابع يبقى الره المستخدمة ستة وبالتالي هنبدأ نعود عن ره بستة لبالحد السابع عبارة عن تسعة قف ستة في اتنين قص ستة في سين قص سالب تلاتة تسعة قف ستة في اتنين قص ستة ده العدد ممكن بالقبل حسب اجيب ناتيكتو وبالتالي هو ده قيمة الحد السابع ناتيكتو تبقى خمس تلاف تلتمية ستة وسبعين في سين قص سالب تلاتة برضو عازنا نتبع لحاجة الجزئية خمس تلاف تلتمية ستة وسبعين دي تسمى معامل الحد السابع او ممكن نقول معامل سين قص سالب تلاتة كلا الحالتين صح ده مثال اتعلمنا من خلاله ازاي نحسب الحد المجتمل على سين قص اي شيء تعالوا مع بعض نشوف مثال اخر المثال التاني بيقول لي معامل سين قص اربعة في مفقوق واحد على اتنين سين تربيع زائد اتنين سين الكل قص تلاتةاشر يساوي نقطه من ديني عدة اختيارها اتعلمigers هزا هذا المثال ابناء طلاب لم يقول ابناء طلاب يرضي ان الاحد ايام الاحد المشتمة على سين قص سالب enhancing هي هي تماما لو قال لي يوجد معامل سين قصة 4 خلاص اتفقنا عشان نجيب الحد المجتمع على سين قصة 4 تعالوا الأول كالعادة نجيب الحد العام اللي هو حهر زاد واحد يساوي القصة عندي هنا 13 يبقى 13 قف ره التاني اللي هو 2 سين قص ره في الأولاني اللي هو 1 على 2 سين تربية لكل قصة 13 ناقص ره الخطوة اللي جاية أهم أهم خطوة في حل السؤال اللي احنا قلنا عليها نضع الحد العام في سورة معامل في سين قصة 1 تعالوا الأول كده ندور على المعاملات 13 قف ره عدد تعتبر معامل 2 قص ره عدد تعتبر معامل عندي 0.5 قصة 13 ناقص ره عدد تعتبر معامل يبقى المعاملات هنا 13 قف ره في 2 قصة ره في 0.5 قصة 13 ناقص ره يتبقى لي حساب السين اتفقنا نجيبها دايما من الجزء الأخير في السؤال أنا عندي في الجزء الأخير عندي سين قصة 2 موجودة في المقامل لو طلعت في البسط هتبقى سين قص سالب 2 السالب 2 دي هتتدوره في 13 ناقص ره نخلي بالنا كواس جدا من الإشارات سالب 2 هتتدوره في 13 ناقص ره فهحصل على سالب 26 زائد 2 ره من الجزء اللي في الأوسط فيه عندي سين قص ره هيضاف لهذا القص يبقى أنا حصلت على سالب 26 زائد 3 ره وبالتالي هبدأ أساوي هذا القص بالقص المطلوب يبقى أصبح سين قص 23 ره ناقص 26 هأخذ القص اللي ظهر معايا فوق السين اللي هو 3 ره ناقص 26 وسويها بالقص المطلوب مين هو القص المطلوب؟ هو إيه اللي في السؤال معامل سين قص 4 يبقى أنا أصبحت مطالب أن أنا هساوي 3 ره ناقص 26 باربعة هنقل 26 في الجهة الأخرى بإشارة موجبة فهحصل على 3 ره تساوي 30 وهقسم على 3 من خلالها تبقى ره بتساوي 10 طيب عرفت ره خلاص تساوي 10 ما معنى إن ره تساوي 10؟ ده معناه إن الحد المجتمل على سين قص ربعة هو الحد الحداشر وليس الحد العاشر ده بالتفاق طيب هو عايز مني معامل سين قص ربعة أصبح دلوقتي عايز مني معامل الحد الحداشر طيب إزاي نجيب معامل الحد الحداشر؟ أرجع للحد العام اللي أنا مزبطه وعود في المعامل بتاعه بالره اللي أنا حصلت عليه وليس بـ 11 أنا حصلت على ره بعاشر يبقى أصبح معامل الحد الحد الحداشر هو 13 قف عشرة في 2 قص عشرة في نص قص 13 ناقص عشرة يعني 3 استخدم القلب حزب كل بساطة وحسب 13 قف عشرة في 2 قص عشرة في نص قص 3 هتحصل على 36608 وبالتالي هذا الرقم يمثل معامل الحد الحد الحداشر وفي نفس الوقت هو معامل سين قص 4 يبقى كده إجابتي الصحيحة لهذا السؤال إيه الإجابة رقم 2 ننتقل مع بعض إلى مثال آخر أحد أهم الأمثال في المنهج المثال اللي نتكلم عليه مفيش امتحان سنوية عامة يأخلو من هذه الصيغة إيجاد الحد الخالي من سين كل امتحانات السنوية العامة السابقة كلها بيجي فيها سؤال اوجد الحد الخالي من سين طيب السؤال بيقول لي اوجد الحد الخالي من سين في مفقوق سين تربيع زائد 1 على 3 سين لكل قص 12 يساوي نقطه من دين عدة اختيارات طبعا الحد الخالي من سين في حد ذاته هو حد مطلق لأنه خالي من سين طيب اتفاقنا هنجيب الحد العام ونضعه في أبسط صورة الحد العام بيقول حهره زائد 1 بتساوي القص عند 12 يبقى 12 قف رف الثاني اللي هو 1 على 3 سين قص رف الأولاني اللي هو سين تربيع قص 12 ناقص رف القطوة اللي جاية اتفاقنا هي أهم خطوة في السؤال نبدأ نزبط الحد العام ده في صورة معامل في سين قص حاجة ايه هي المعاملات اللي موجودة عمانيه المعاملات بقصود بيها أبناء الطلاب يعني الأرقام مش الرموز 12 قف رف معامل عندي كمان طلد قص رف معامل كده خلاص مفيش معاملات تانية يتبقى ليا السين الجزء الأخير من الحد العام سين قص 2 مرفوعا قص 12 ناقص رف قص القص طبعا بيتضرب يبقى أصبح سين قص 24 ناقص 2 رف ما نساش الحد اللي في النص او الجزء اللي في النص في سين قص رف المقام كأنها سين قص سالب رف في البصل يبقى أصبح الشكل العام للحد العام هو 12 قف رف في طلد الكل قص رف في سين قص 24 ناقص 3 رف تعالوا نوضح تاني جات منين 24 ناقص 3 رف لو بصينا على الجزء الأخير اللي هو سين قص 2 الكل قص 12 ناقص رف قص القص بيتضرب يبقى 2 في 12 24 ناقص 2 رف وهيجي لها كمان يبقى أصبح سين قص 2 الكل قص 12 ناقص رف يبقى أصبح سين قص 24 ناقص 2 رف وهيجي لها كمان ناقص رف من الجزء اللي في الأوسط أصبح الشكل النهائي سين قص 24 ناقص 3 رف هأخذ الجزئية اللي هي 24 ناقص 3 رف وسويها بالصفل تب ليه سويها بالصفل؟ لنطالب مني الحد الخالي من سين يعني لا يحتوي على سين يعني كأنه فيه سين قص صفر بالظبط يبقى أصبح 24 ناقص 3 رف هتساوي صفر ومن خلالها بكل بساطة الرف هتساوي 8 يلا مين يقول لي طالما رف تقعد بتمانية مين هو الحد الخالي من سين تمام تمام الحد الخالي من سين هو الحد التاسع وليس الحد التامن طيب ما معنى أنه هو حد خالي من سين التفانع أنه هو حد مطلق وبالتالي لما يجيب قمته هرجع أعود بالحد العام اللي أنا مزبطه وهعود في جزئية المعامل فقر ليه؟ لأنه أساسا حد خالي من سين وبالتالي مؤكد ما فيهوش سين يبقى أصبح قيمة هذا الحد اللي هو الحد التاسع عبارة عن 24 قاف ره اللي حصلنا عليه وليس 9 يعني حصلنا على ره بتمانية وبالتالي 24 قاف تمانية في طلق قصة تمانية استخدم الألة الحزبة هتحصل على خمسة وفمسين على سبعمية تسعة وعشرين وبالتالي الحد الخاني من سين في هذا المفقوق كترتيب هو الحد التاسع قاقيمة خمسة وخمسين على سبعمية تسعة وعشرين عايزة نتبع على حاجة مهمة جدا هنا أبنائة الله افطرت بعد ما جبت الحد العام وخدت القصة اللي موجود على السين وسويته بالصفر طلعت ره بكسر استهتبع معناها إيه السؤال؟ ده معناها إن هذا المفقوق لا يحتوي على هذا الحد وده سؤال موضع امتحانات أحياناً يقول لي المفقوق اللي أمامه هل يوجد بيه حد خالي من سين؟ لا يوجد بيه حد خالي من سين وهكذا طيب أعرف من إنه هو مفوش حد خالي من سين بعد ما ساوي القص بالصفر هلاحظ إن الره ليست عدد صحيح موجب وبالتالي هقوله ساعتها إذن لا يوجد حد خالي من سين في هذا المفقوق تعالوا مع بعض نشوف المثال الرابع بيقول لي معامل سين قص 14 في مفقوق سين قص 4 مضروبة في سين تربيع على 2 زائد 2 على سين تكريب لكل قص 15 يساوي نقطة ومديني عدة اختيارات هذا المثال بيقول لي معامل سين قص 14 بنبه للمرة التانية مش معنى إنه هو يطلب مني معامل سين قص 14 إن أنا أستعجل وروح أجيب الحد للـ 14 لأ تماما معامل سين قص 14 أنا أمعرفش هو الحد الكام وبالتالي أنا أجيبه باستخدام الحد العام أحد إشكالية هذا السؤال أيضا لحظوا في المفقوق في سين قص 4 موجودة قدام المفقوق هنعمل فيها إيه؟ ما فيش أي مشكلة هنجيب الحد العام عادي جدا وفي نهاية الحد العام هنضرب في سين قص 4 ونضمها مع الحد العام أثناء التصبيب تعالوا نكتب الحد العام بتاعنا حارك زائد 1 بتساوي 15 قفر طبعا القص الأصلي عندنا 15 يبقى 15 قفر الثاني اللي هو 2 على سين تكعيل لكل قص ر في الأولاني اللي هو سين تربيع على 2 لكل قص 15 نخش على الخطوة اللي اتفقنا عليها أهم أهم خطوة في هذا السؤال اللي هي تصبيت الحد العام في سورة معامل في سين قص حاجة تعالوا كده نشوف إيه المعاملات الموجودة عندي 15 قفر معامل يعني عدد واثنين قص ر أيضا تمثل عدد كمان عندي نص قص 15 ناقص ر لنخلي بالنا كويس جدا معاملات هذا الحد العام 15 قف ر دي نتيجة عددية يبقى معامل في الجزء الأوسط في عندي 2 قص ر معامل الجزء الأخير يعتبر فيه نص لكل قص 15 قص ر نعتبرها أيضا معامل وبالتالي أصبح الحد العام شكله هو 15 قف ر في 2 قص ر في نص قص 15 ناقص ر ما نساش أنه أنا هضرب لحد العام في سين قص ربعة اللي هي موجودة أمام القفص لما أجي أجيب سين مشتمل على قص ايه أبدأ أخلي بالي أن فيه سين قص ربعة تضاف للمجموعة تعالوا كده نحسابها مع بعض تعالوا نبص على الجزئية اللي هي سين تربيع على اتنين لكل قص 15 ناقص ر أنا يهمني السين تربيع سين تربيع مرفوع على قص 15 ناقص ر طبعا القص القص بالضرب يبقى أصبحت 2 في 15 بتلاتين والتين في ر بتنين ر يبقى أصبحت الجزئية ديت سين قص 30 ناقص 2 ر حط على التلاتين كمان سين قص ربعة يعني هضيف على التلاتين أربعة تبقى أربعة وتلاتين يبقى أصبحت كده 34 ناقص 2 ر الجزئية اللي هي اتنين على سين تكعيب مرفوع على قص ر يبقى كانها سين قص سالب 3 ر فسالب 3 ر هتضاف للمجموعة السابقة يبقى أصبح القص الموجود فوق السين عبارة عن 34 ناقص 5 ر تاني أبناء الطلاب أنا عارف قوة هذا الموقع هنعيده تاني بالرحمة عشان عارف أهمية هذه الجزئية تاني عشان عندي أربعة ثلاث سينات في مسألة هبدأ بالسين اللي هي سين تربيع على اتنين لكل قص 15 ناقص ر قص القص بالضرب اتنين هتضرب في 15 ناقص ر هحصل على 30 ناقص 2 ر هضيف عليهم سين قص 4 طبعا عندنا الضرب بنجمع القص أصبح سين قص 34 ناقص 2 ر الجزئية اللي هي اتنين على سين تكعيب مرفوع على قص ر سالب 3 ر هتضاف للمجموعة السابقة اللي هي 34 ناقص 2 ر اللي هي 34 ناقص 2 ر هحصل على الناتج النهائي اللي موجود فوق السين 34 ناقص 5 ر هاخد بقى هذه الجزئية اللي هي 34 ناقص 5 ر وسويها بالقص المطلوب القص المطلوب كان سين قص 14 يو 34 ناقص 5 ر هتساوي 14 ومن خلالها بسهولة جدا هحصل على قيمة ره تساوي 4 معنى ان ره طلعت باربعة ده معناه ان الحد المطلوب دراسه هنا هو الحد الخامس اذا الحد الخامس هو الحد المجتمل على سين قص 14 نلحظ السؤال هو عايز معامل سين قص 14 يعني عايز معامل الحد الخامس ازاي نحصل على معامل الحد الخامس ارجع للحد العام اللي انا مزبطه في شكله نهائي وعود في الجزئية فقط بتاعة المعاملات بالره اللي احنا جبناه احنا جبنا ره باربعة يبقى اصبح معامل الحد الخامس هو 15 قف اربعة في 2 قص اربعة في نص قص 15 ناقص 4 اللي هو قص حداشر باستخدام القلة الحزبة بكل سهولة هحصل على الشكل النهائي هو 15 قف اربعة في 2 قص سلب 7 تعالوا مع بعض نبص كده على الاختيارات 2 قص سلب 7 دي تعني 1 على 2 قص سبعة يعني 1 على 128 وبالتالي واضح ان اجابة الاخيرة هي الاجابة الصحيح طيب اللي انا حصلت عليه 15 قف اربعة هو كاتب لي 1 على 128 15 قف اربعة ممكن لو انا مش مركز ومش مذاكر درس التوافيق كويس ممكن ناخدش بالي احنا عارفين من دراستنا في التوافيق ان 15 قف اربعة هي هي تماما 15 قف 11 وبالتالي حتى النواتج اللي اختار منها كمان ملعوب فيها فعايزة طالب يكون مركز واس جدا في كل دروس المنهة وبالتالي اجابة الصحيحة اللي تتفق مع الاجابة اللي حصلنا عليها هي الاجابة الرابعة واحد على مية تمانية وعشرين في خمستاشر قف حداشر تعالوا مع بعض نشوف المثال الخامس والاخير في هذه الجزئية المثال بيقول اذا كان الحد الخالي من سين في مفكوك سين تربيع زائد كاف على سين تكعيب الكل قص خمستاشر يساوي معامل سين قص خمسة فانك كاف تساوي نقطة مدينة اختيارها هذا المثال احد اهم الامثلة في درس النهار يقول لي الحد الخالي من سين في هذا المفكوك يساوي معامل سين قص خمسة انا معرفش مين هو الحد الخالي من سين ولا حتى معرفش مين هو الحد المجتمل على سين قص خمسة يبقى انا هعمل ايه دلوقتي هجيب الحد العام ونحطه في ابسط صورة وناخد القص اللي ظهر على السين هنساوي مرة بصفر بهدف معرفة مين هو الحد الخالي من سين وهساوي مرة تانية بخمسة بهدف معرفة مين هو الحد المجتمل على سين قص خمسة بعد معرف الريف الحالتين هنضع رف مين هم الحدين الخالي من سين والمجتمل على سين قص خمسة وساويهم ببعض وقدر حصل على قيمة الكاف تعالوا الاول نكتب الحد العام حهري زائد واحد بتساوي خمستاشر قافري الحد التاني اللي هو كاف على سين تكعيب الكل قص ري في الحد الأولاني سين تربيع لكل قص 15 ناقص ري نخش على الخطوة المهمة جدا وهي خطوة تصبيت الحد العام إيه هو المعاملات الموجودة في هذه الجزئية 15 قف ري في حد ذاتها معامل عندي كمان كاف قص ري تعتبر معامل لا يوجد معاملات أخرى يتبقى لها السينات الجزئية الأخيرة سين قص 2 مرفوعة قص 15 ناقص ري يمكنها سين قص 30 ناقص 2 ري هيجيلها من الجزئيل في النص سين قص 3 موجودة في المقام مرفوع على قص ري يبقى أنها سين قص سالب 3 لما أضيف سالب 3 على 30 ناقص 2 ري هحصل على 30 ناقص 5 ري كده خلاص كتبنا الحد العام في الشكل المثالي اللي إحنا عايزين هبدأ بقى أخذ القص اللي موجود على السين اللي هو 30 ناقص 5 ري هسويه مرة بصفر عشان نعرف مين هو الحد الخالي من سي وهسويه مرة تانية بخمسة عشان نعرف مين هو الحد المجتمل على سين قص 5 عشان كده هنقسم الصف عمالنا إلى جزئين في الجزء العالمين هنساوي القص ده بصفر عشان أعرف مين هو الحد الخالي من سين من خلالها بكل بساطة ري بستة طيب ري بستة هي مين هو الحد الخالي من سين تمام؟ تمام الحد السابع مش الحد السادس طيب الحد الخالي من سين خلاص عرفنا اللي هو الحد السابع تعالوا نجيب معامله أو هو في حد زيته معامل نعود في الحد العام اللي إحنا كتبينه بالره اللي إحنا حصلنا عليه يبقى أصبح الحد الخالي من سين هو الحد السابع يبقى حد 7 بتساوي 15 قاف 7 في كاف أص 7 نركن دي على جنب دلوقتي ننتقل في الجزئيات الثانية عايز أعرف مين هو الحد المجتمل على سين أص 5 هأخذ نفس الأص اللي هو على السين اللي هو 30 ناقص 5 ري وأسويها بخمسة من خلالها بكل بساطة هقدر أعرف إن ري تساوي 5 ما معنى إن ري تساوي 5 يبقى الحد المجتمل على سين أص 5 هو الحد السادس نخلي بأن الحد الخالي من سين هو حد مطلق أما الحد السادس هو حد كامل فيه معامل وفيه سين عشان كده وقالي في السؤال إيه الحد الخالي من سين يساوي معامل سين أص 5 مقدرش يقول بيساوي الحد المجتمل على سين أص 5 لننفعش هساوي حد حد مطلق بحد كامل يكون فيه سين والبتالي لازم يقول لي معامل سين أص 5 عرفنا خلاص الحد المجتمل على سين أص 5 هو الحد السادس أنا محتاج فقط معامل الحد السادس هنرجع للحد العام في الجزئية بتاعة المعامل نعود بالره اللي إحنا حصلنا عليه يبقى معامل الحد السادس عبارة عن 15 قف 5 في كاف قصة 5 هو إلي في السؤال بقى أن الحد الخالي من سين يساوي معامل الحد المجتمل على سين قصة 5 هساوي المعاملين مع بعض وبالتالي هقول 15 قف 6 كاف قصة 6 يساوي 15 قف 5 في كاف قصة 5 نلاحظ في الطرف الأيمن كاف قصة 6 والطرف الأيصر كاف قصة 5 أقدر أرس أقسم طرفي المعادلة على كاف قصة 5 يبقى أصبح الطرف الأيمن عبارة عن 5005 كاف طبعا 5005 دي نتيجة 15 قف 6 يساوي الطرف الأيصر 15 قف 5 هي 3003 كده خلاص حصلت على قيمة كاف 3003 هقسمها على 5005 بكل سهولة هلاحظ أن الكافة تساوي 3 على 5 وبالتالي إجابة الصحيحة لهذا السؤال المهم والقوي هي الإجابة التانية كده يا ابناء الطلاب انتهينا من الجزء التالت في الدرس الرابع من الوحدة الأولى في الجبل مع وعد باللقاء إن شاء الله في اللقاء القادم هناخد الجزء الرابع في الدرس الرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر